لكن بمناسبة ان انت موديل فني 2005 عاملين شغل رائع في قطاع الناشئين كان لسه عندنا النهاردة كان في لجنة التخطيط متواجدة وقاعدين بيتكلموا عن ماذا سيحدث الفترة القادمة يعني بسم الله ما شاء الله تطور واضح جدا في قطاع الناشئين في نادي الأهل ده حقيقي يمكن بس في البداية طبعا بنشكر كابتن محمود الخطيب ولجنة الفنية كابتن محسن صالح كابتن زكريا وكابتن خالد بيبو على المجهود الكبير اللي هو بيعمله في القطاع بصراحة اضاف كتير جدا لقطاع الناشئين ممكن دي رؤية تحسب للكابتن محمود الخطيب واللجنة الفنية ان هم يجيبوا كابتن خالد بيبو بصراحة اضاف كتير جدا وانه هو يجيب خبير اجنبي مستر بروكيتش يبقى موجود في اللجنة في اللجنة الفنية للمدربين اضاف كتير جدا للقطاع ايه ممكن انا الحمد لله السنة اللي فاتت كنت بديت اول سنة اللي هي مدير فني فبدأت مع الفين وخمسة فكت اول منطقة قطاعات فالدوري ويف بسبب الكورونا يعني في كوفيد فكابتن خالد في التوقف فالبطولة رجعت تاني بطولة الجمهورية كانت شغالة لالفين وثلاثة فكابتن محمد شرف كان هو اللي ماسك الفين وثلاثة فمشي جالوا شغل يعني عمل في الفريق الاول جالوا عمل درجة اولى فقدم شكر ما برضو خلي بالك دي رسالة النادي الاهلي انه هو دائما بيدي الفرق الاخرى اللي انت عايزوا من حقك ما فيش مشكلة طالما عندك دايما انت لسه كنت بتتكلم عن الطموح طبعا زي ما عندك ناشئين كويسين بتطلحهم الفريق الاول واللندية التانية بتطلحهم معارض زي كده بتطلع مدربين كويسين عشان تقدر توديهم اللندية التانية فالكابتن شرف استأزم من الناس واللجنة وكل حاجة وغفقه وراح يشتغل في الانتاج الحربي وكان عامل فرقة محترمة في فرقة 2003 انا اخدتهم كانوا لسه في بداية المسابقة في نص المسابقة يعني كانوا تقريبا في مركز الخامس فمسكت انا بقى 2003 من هنا ناي فالحمد لله ممكن الفرقة تنقلت بشكل كويس تكملة لشغل كابتن محمد شرف عمل ما شغل كويس الحمد لله ممكن انا فنشت مركز تاني كنا فارق بيننا وبين الاول حوارة 12 نقطة المنافس لو كان تعادل المباراة واحدة كنت انا اللي هاخده المبطولة بالمواجهات المباشرة انا تعادلت عندي وكسبت عنده بالزبط وكسبت معظم المباراة اللي برا بسكور كبير خمسة واربعة وثلاثة وكل ده برا ملعبي وطبعا في ملعبي باكسب الحمد لله نقلنا الفرقة نقلة تانية خالص عطينا استراتيجية جديدة مستر بروكيتش بكابتن خالد بيبو في استراتيجية ممنهجة لسيستم يلعب بيه خطاع ناشئين ازاي تلعب مش اي كلام كده مش حاجة اسمها كده اهو انت جايب خبير اجنبي ليه اي بحط استراتيجية سيستم لعب يبقى مقارب للفريق الاول بتبقى ليك سيستم لعب بطريقة لعب موحدة ازا كان زي الفريق الاول تنقل المدرسة اللي تشكية تبقى موجودة عندك هنا بسيستم لعب بطريقة لعب اللي هي المدرسة الاوروبية فيمكن الحمد لله انا شاف ان احنا اختلافنا حتى مش في ريتي بس كل الفرق اللي موجودة هتلاقي بتلعب بشكل واحد وده اعتقد ادى اريحية كبيرة جدا للناس وقطاع الناشئين فريد الالي بسم الله ما شاء الله وزي ما انا سمعت كابتن خالد بيبو هو بيتكلم من شوية في التقرير اللي كنا عاملينه بيقولك اهم حاجة او نمرة واحد انا رغم ان هو كانش بيلعب في مكانه كمان ده حقيقي ممكن ان هو كوكا هو اللعيب كان هو هو اصلا وسط ملعب مدافع اه انا اتفاجئت حتى ان هو مستر مسلمان استعان به في جهة شمال وقدة بشكل رائع ناعم فهي ده بقى ده الغرض من قطاع الناشئين كله ان انت هتدعم ازاي الفريد الاول بقى عندك سيستم واضح للعيبة اللعيبة اللي عندك لازم تبقى طالعة جاهزة فهمها هي هتلعب درجة اولى ازاي اسيستم اللعب ازاي عشان كده بقولك كان مهم جدا وجود الخبير تشيكي راجل مستر بروكيتشي بقى موجود الاستراتيجية اللي موجودة هي نفس اللي بتطبق الفريد الاول عشان كده لما تيجي تستعين بلعيب عندك بيطبق بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة ايو وده اللي نجح فيه الحمد لله ممكن كوكا قدى بشكل كويس لانت ده دبعا من الفريد الاول مليء بالنجوم تمام سهو حظه حلو مش عارف اقولها حظه لا هي حظ دائما توفيق وحظ دائما فيه توفيق واجتهاد وحظ دائما لعيب الكرة احنا كلنا قبل انسلام لعيبنا ازاي ما هي توفيق وحظ صح لعيب مصاب من الفرقة الاولى والتاني واخد انظار فانت التالت او الرابع انت تبخش كده فبتثبت نفسك فلفت الانتباه واجدت خلاص هو كوكا اجاد الحقيقة لا اجدت جدا وفي مركز مش مركزه ودي تحسب له وتحسب للمنظومة كلها وتحسب لكابتن الخطيب للرؤية نفسها اللي موجودة والسيستم اللي هو حطه لان احنا الحمد لله ممكن السنة دي بالذات انا اتكلمت مع كابتن الخطيب واتكلمت مع الناس كلها واللجنة الفنية اكتر من مرة الحمد لله لقيت فيه توجيه شديد ان القطاع الناشئين بصراحة من السنة دي هيبقى حاجة مختلفة ودل حصل فعلا فانا عشان كده دايما بحييهم في كل حتة وفي كل مكان ودي اقل حاجة نعملها ان شاء الله هم عايزين قاعدة ناشئين ايه اللي غرض من قاعدة ناشئين يا كابتن اسلام اللي هو افيد الفريل اول نمرة واحد عنده فيه افيد الفريل اول لو تبص على كم تاني حاجة ان انا اطلع كم لعيبة من عندي اعراض اطلعوا ياخدوا خبرات ويرجعوا لي تاني ايه ودل حاصل بص كم لعيبة اللي عندك توزعين على الاندية دلوقتي مشاء الله حوالي 11 لعيب من فرة 99 و 2001 طالعين اعراض عبدالقادر ده كان انت مطلعوا واخدتوا تاني ملت شيك رجعه وبقى كده طلعتوا تاني اسموح هبص دلوقتي بحعمل ازاي اه طبعا اه فده واحد من الامثلة ولعيبة كتيرة جدا انا ممكن اجيب لك اسماء كتيرة جدا